وصول إلى هذه المناطق الصحراوية في أقصى شرق محافظة الجوف أمر ليس من السهل إذ تتواجد قوات الجيش الوطني في بعض المواقع الاستراتيجية من هذه الصحراء والتي تحاول تأمين الخطوط الأمامية للجيش الوطني المتواجدة في جبهة اليتمة والأجاشر وغيرها من المناطق الصحراوية التي تصل محافظة الجوف بمحافظة صعدة هذه المناطق الصحراوية كما تشاهدون معنا تحاول الكاميرا أن توضح بعض الكثبان الرملية وإيضا تحاول إضاح بعض تواجد قوات الجيش الوطني وآلية العسكرية هناك في تلك المناطق حيث تتواجد الفتح هذا اللواء الذي مهمته هي تأمين هذه الخطوط الصحراوية المؤدية إلى منطقة اليتمة المنطقة المشتعلة مؤخرا والتي تحاول فيها قوات الجيش الوطني إحداث تقدم كبير وملحوظ كما سيطرت على عدة مواقع استراتيجية أخذتها عن الميليشيا الانقلابية التي تسيطر على منطقة خبوة الشعف التي ما تزال تحت سيطرة الانقلابين في هذه المناطق الصحراوية الشاسعة التي تعد أولى نقاط أو أولى مناطق الربع الخالي والتي تمتد من اليمن حتى المملكة العربية السعودية وعمان ومناطق أخرى داخل هذه المساحة الكبيرة من الصحراء علي الجلادي قناة بلقيس صحراء الربع الخالي اشتركوا في القناة